السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة اللين دا يسمي للطبخ. اليوم راح نحضر دقاتة اللي نسموها أشي فامونتي. اللي الوصفة هذي نسحق فيها اللحم المفروم والبطاطا فوري. راني درتها نقيتها وقطعتها قع مربعات ودرتها طيب. راه يتغلى في الماء والملح. ونسحق وحبه بصلي تكون هكا كبيرة مقطعة هكا مربعات صغار. نسحق وحبه طماطشتاني كبيرة مقطعة. اه شوية حشية شوية مع دنوس. اه اه ثلاثة سنينة التاثم. التوابل. عندي فلفل تحلد وملح. الزيت راني درت في المقلع اللي نحمس بها البصل. وعندي لنسحق اللا فوري روماج هاته مثلاثة. والحليب. وعندي الجبن المبشور باش نديره فوق البلعات. نجوزه مباشرة لطريقة تحضير. هني درت هنا حوالي ثلاثة مغاية. ندير البصل كبيرة. لازم تكون حبة شوية كبيرة. نخليها كبيرة حتى يزباني البصل. ندير البصل. نزيد عليه الثوم. ندير معالح الحمى الملحين. ملحان ثلاثة طقمي. در طقمي junk. ملح و شوية فلفل تحلد ونزيد الحبة تعطو ماتش ونزيد نضيف ونزيد الماء ونزيد 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 ونسto ات احتفة ويجب ونزيد البطاطا ستغير ينزيد نضع الحقاء سوف تخرج بالخف نضع الحقاء كمية البطاطا سوف نقول لكم ان شاء الله بسم الله كمية البطاطا لدي 6 حبات فرماج مثلات مغرف مارغارين مغرف مكلا نضع الحقاء معمار مارغارين نضع الحقاء نضع الحقاء لدينا البطاطا لدينا البطاطا نضع الحقاء نضع الحقاء نغرف مربين كمفحان نضع الحقاء يعني اضع الحقاء من 4 حقاء ها تنزيط لها شوية ها تخلص الحليب نضيف النص في المول و ها نقسم البطاطين على زوج نضيف النص في المول نضيف النص الباقي نعطي بها الحم الملح نضيف النص في المول نضيف النص البطاطين على زوج نضيف النص نضيف النص نضيف النص في المول 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 جاول نضيف النص في المول نضيف النص في الم البطاطين رابي هاداك من الخوق. هكا. دير وقع لسطح الباطاطا. نشعلت الفور دي جا راه ويسخن. لكن دير القراتان تاعي طيب ويتحمل هكا. مليح يعني راه كل شي فيه طيب. بارت باش يتحمل المليح دي هاداك اللون الحمار هاداك من الخوق. نعود نولي لكم ان شاء الله باش تشوفوك طبخ تقديم. طاب القراتان تاعي هوليك امامكم. يعني جا ما شاء الله. دوك نقسم لكم مرسوها كتشوفو كيفاش جا. نولي كيفاش يجي قراتان هوليك. يعني جا ما شاء الله يشهي. نوليك. الطبق هذي تاعي نحمل مرحي في الوسط يعني جا. يعني جا يشهي ما شاء الله. يعني وصفة فرنسية ولكن نفس الوصفة تاعنا اللي نديروها احنا يا فوري محشي. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتنجحوا فيها. وما تنسوش تديرو لي جام الفيديو. ابوني باش الحق كل جديد فيديوهاتي ان شاء الله. والى الملتقى مع فيديو اخر. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.